نحو خمسة عشر شهراً منذ بدء الأزمة في السودان ولا تزال جهود التهديئة تراوح مكانها في ظل إصرار كل طرف على موقفه ورغم الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع فإن المعارك لا تزال مستعرة في العديد من المدن السودانية واقع دفع العديد من القوى السودانية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة لمحاولة التوصل إلى حل لإنهاء معاناة الشعب السوداني وفي إطار هذه الجهود تعقد القوى السياسية السودانية في العاصمة المصرية القاهرة متمراً يجمع عدداً كبيراً من الفرقاء على طاولة حوار واحدة يهدف المتمر إلى الوصول لتوافق على سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان عبر حوار وطني سوداني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة وذلك بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين للمزيد حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الكاتب والبحث السياسي السوداني خالد التجاني سيد خالد مرحباً بك معنا هل يحمل مؤتمر القوى السودانية في القاهرة أي جديد لسودانيين؟ أهلاً ومرحباً بالتأكيد المبادرة المصرية لجمع الأطراف السودانية والقوى السياسية والمدنية السودانية هي في تقديري خطوة مهمة وهي ربما تكون الأول من نوعها ليس فقط بعد الحرب ولكن حتى منذ سبتمبر 2021 عندما انقسب الحرية والتغيير يعني كان هناك الصراع مستديم بين الكتلتين وبالتالي كان هناك حتى قاطعة حتى على المستوى الاجتماعي وبالتالي هذه هي المرة الأولى التي يلتقون فيها على صعيد واحد في القاهرة اليوم لبحث القضايا تعلق بوقف الحرب وكذلك العمليات الإنسانية وأفاق التسوية السياسية ولكن بالتأكيد مع الأمال الكبيرة التي هي معقودة على هذه المبادرة ولكن أيضاً هناك الصعوبات اتنفت العمليات سنتحدث عن هذه الصعوبات سيد خالد ولكن نحن أمام مبادرات عديدة للأزمة السودانية مبادرة الاتفاق الإطاري من برجدة الاتحاد الأفريقي هل ما يحدث الآن في القاهرة هو مكمل عن بديل؟ حسب الكلمات التي قلت اليوم في الجلسة الفتاحية نظر إلى هذا المزعى باعتباره مكمل للجهود المختلفة المبادرات المختلفة صحيح أن هناك تحفظات كثيرة من أن تعدد المبادرات هي واحد من الأسباب التي أدت إلى إطالة أو الوصول إلى التسوية وبالتالي كان هناك أيضاً حاجة ضرورية لأنه حتى هذه المبادرات كانت تخاطب الأطراف المتقاتلة ولكن فيما يتعلق بين القوة السياسية والمدنية حتى مؤتمر الغاهر اليوم لم يكن هناك جهود وبالتالي هذا الجهود هو جهود بالتأكيد مكمل وضروري بحيث أن يكون هناك أرضية سياسية تسهم في الدفع باتجاه يقاف الحرب وكذلك البحث عن تسوية للأزمة السودانية تحدثت عن الصعوبات أستاذ خلط قبل قليل وحتى الأنباء تتحدث على أنه ممثلي الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش يرفضون عقد لقاء مباشر مع تنصيقية تقدم التي يرأسها حمدوك ما حجم الصعوبات التي ما زالت عالقة بين الطرفين؟ طبعاً في تاريخ التفاوض السوداني في العادة من الصعب أن يكون هناك جمع للأطراف المتصارعة السياسية وبالتالي يلجأ عادة إلى نوع من الحوار غير المباشر بين الأطراف قبل أن يتهيأ الظروف على المستوى النفسي قبل الانتقال إلى أن يكون هناك حوار مباشر وبالتالي كان الأمل في اللقاء القاهرة اليوم أن يكون هناك حوار مباشر بين الأطراف القوى السياسية والمدنية عبر ثلاثة مجموعات تناقش الجند التي تحدثت عنها مسبغاً ولكن لتحفظ قوى الحرية والتغيير للكتلة الديمقراطية في الجلوس مباشرة إلى مع تنسيغ التقدم وبالتالي تم اللجوء إلى إجراء حوار غير مباشر بحيث يجتمع كل طرف لحاله ورفع ما يعرف بمواقفه المفهولة وبالتالي هناك لجنة سودانية ستحاول التوفيق بين الأراءة المطروحة من كل طرف ثم أن يتم إصار إلى إصدار بيان نهائي وبالتالي ولكن هذا مزأل صحيح كان الأمر أن يكون هناك حوار مباشر ولكن تاريخ المفاوضات السودانية شهد مثل هذا النوع من الأصدر ولكن ما فائدت هذا الحوار غير المباشر سيد خالد ما فائدت هذا الحوار غير المباشر برأيك وأين تكمن الخلافات لأنه استمعنا إلى أن تقدم يبدو أنها ترفض الاتهامات التي تقول بأنها جنح سياسي لقوات الدعم السريع يبدو أن هذا أحد أهم أسباب هذا الخلاف بالتأكيد الكتلة الديمقراطية تعتقد أن الانتهاكات الواسعة التي حدثت النتيجة لهذه الحرب هي تحمي قوة الحرية والتغيير أو تنسيقية تقدم بتعالفها مع الدعم السريع المزولية عن ذلك وبالتالي هي ترى أن جماهيرها أو قواعدها الاجتماعية لا تقبل بذلك وبالتالي هي ليست مهيئة الآن في هذا الظرف للتحاور المباشر وبالتالي المزولة الحقيقة لا تخلو من كثير جدا من التعقيد الحرب بكل تعقيداتها تظل تلقي بظلالها على هذه المفاوضات وبالتالي في تقدير الأهم منه كيف يمكن أن يتم الجلوس وكيف يمكن التوافق على ما يوصف بإعلام مبادئ يعني متفق عليها أساسية تساعد في حالة الأمور ربما يأتي في وقت لاحق هذه بداية مهمة لكن المهمة يجب أن تكون هناك خطوات تالية لهذه ولكن بالتأكيد في تقدير أن هذا تقدم كبير أن يتم مجرد هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالزاد مع كل هذه التعقيد التي رافقته ولكن بالتأكيد هي خطوة مهمة ستتعلين الأمور فيما بعد كما أعتقد أنها ستكون أكثر إمكانية لتقارب إذا تم التوافق فعلا على إعلان مبادئ يحدد خارطة الطريق للوصول إلى إنهاء الحرب والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السودانية دعني أتوقف معك أستاذ خالد لما جاء على لسان الدولة المضيفة للمتمر التي شددت وهي مصر على أن الحل للأزمة السودانية يجب أن يكون سودانيا من دون أي تدخل لأي جهة أو طرف خارجي وزير الخارجي المصري الجديد بدر عبد العاطي طالب كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بهذا الاتجاه إن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يسند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ودون إملاءات أو ضغوط من أي أطراف خارجية أيا كانت وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن السوداني وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية دون إقصاء أعود لك مرة أخرى أستاذ خالد تجاني من القاهرة كما تبعت موقف مصر واضح وضرورة عدم تدخل أي خارجي في حل الأزمة السودانية وهناك دعوات لضرورة أن يكون الحل سوداني سوداني هل هذا ممكن برأيك؟ في تقديري إذا لم يكن حل سوداني سوداني لن يكتب له الصمود كانت هناك تعسر المبادلات الخارجية التي طرحت خلال الفترة الماضية بالذات من الاتحاد الأفريقي أو من منظمة إيقات اتهمت بأنها تدخرت أو حاورت أن تفرض مسارا معايا للحل لم يقبل تبطأ بالبيل الحكومة السودانية وبالتالي أو حتى عديد من القوى السياسية المساندة للجيش وبالتالي يعني بالتأكيد إذا لم تكن هناك إرادة سودانية حقيقية لتوصلها تسوية مجرد الضغوط أو فرض أو محاولة فرض مسار معايا للحلول لن يؤدي إلى حقيقة حل يعني يكون له الاستدامة من قبل تمت كثير من الاتفاقات في تاريخ السودان تمت بمغساطات خارجية ولكنها في النهاية كلها يعني أدت إلى إعادة إعادة إنتاج الصراع السياس وإنتاج الحروب في السودان وبالتالي هذه المهمة توفر إرادة السودانية حقيقية خالصة لن تتوفر هذه الإرادة في تقدير مهما كانت هناك تدخلات من الخارج لن تكون قادرة حقيقة على ضمان نجاح واستمرار أي تسوية سياسية مقبلة ما الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة وهل يمكن أن تنجح فيما فشل فيه الآخرون برأيك في تقدير هذه المحاولة الأولى لمصر مصر حتى قبل الحرب كانت تحاول أيضا أن تقوم بمثل هذا الدور ولكن في المرة السابقة كانت الحرية والتغير المجلس المركزي رفضت الحضور للغاهرة المشاركة اعتبرت أن مصر تقف إلى دعم إلى جانب الحكومة السودانية هذا قبل الحرب وبالتالي ربما انقلب الأمر بعض الشيء وبالتالي مصر حقيقة لديها تأثير مباشر بما يحدث في السودان على أمنها القوم ليست هي يعني مجرد يعني ضيف عابر في هذه القضية وبالتالي لديها مصلحة حقيقية في أن يكون هناك استقرار في السودان وبالتالي هي حريصة أن توفر الأجوال التي تساعد الأطراف السودانية من الوصول إلى أفق يمكن أن تفضي إلى يعني اتفاقات قاد يعني عندها القدر على الصمود والاجتدامة فبالتالي الدور المصري الآن وأصبح به مرحب به من الجميع ينتظر الجميع من القاهرة أن تلعب دورا في تليين يعني هذه المواقف المتواعدة بين الأطراف أعتقد أن نجحة مصري في هذا الأمر على وجه التحديد مصري نفسها يتحدث عن أن هذه أي تسويق نهاية يجب أن تسويق فيها المنظمات الإغليمية كما أشار السيد وزير الخارجية المصري الاتحاد الأفريقي الجامعة العربية الأمم المتحدة ولكن حتى يحدث هذا الدور الإغليمي يجب أن يكون هناك تليين للمواقف وتهيئ بحيث أن يكون هناك بيئة سياسية سودانية يعني قابلة على القبول بهذا الدور لأطراف الإغليمية خالد تيجانيل كاتب البحث السياسي السوداني كنت معنا من القاهرة شكرا لك